التغيُّرات العشوائيَّة هل التغيُّرات، كالطفرات مثلًا، هل هي عشوائيَّة؟ من المهم هنا، أخواني، أن نفهم المقصودة بالسؤال، فله شقّان أولًا، هل يمكن أن تكون الكائنات قد تكوَّنت من خلال طفراتٍ عشوائيَّة؟ ثانيًا، التغيُّرات التي تحصل حقًّا في المادة الوراثيَّة لكائنٍ ما، فتساعده على التأقلم مع بيئةٍ أو ظروفٍ جديدة، كمقاومة البكتيريا للمضادَّات. هل هي تغيُّراتٌ عشوائيَّة؟ ثقل الحقيقة اضطرَّ كثيرًا من أتباع الخرافة إلى التراجع عن فكرة عشوائيَّة التغيُّرات، فمنهم من استخدم عباراتٍ مثل الانحياز التطوُّري، مُحدِّدات التطوُّر، ومنهم من صرَّح بأن التغيُّرات ليست عشوائيَّة، بدءًا من هذه الورقة الشهيرة والمهمَّة في نيتشر عام 1988 بعنوان أصل الطفرات، وكما في ورقة نيتشر هذه عام 2014، والتي استعرضت العديد من الظواهر ثمَّ قالت إنها تثبت أن التغيُّرات ليست عشوائيَّة. They show that variation is not random. وتتابعت التصريحات بأن الطفرات ليست عشوائيَّة بل موجَّهة، وأن هذا يُعارض مبدأً أساسيَّا في الداروينيَّة الجديدة. وبدأت تكثر في الأبحاث مصطلحات الطفرات الموجَّهة والطفرات المُنْتقاء وصرَّح بروفيسور الأحياء دينيس نوبل في مؤتمر عالمي للفيسيولوجي عام 2013 بهذا التصريح الخطير. It is difficult if not impossible to find a genome change operator that is truly random in its action within the DNA of the cell. All careful studies of mutagenesis find statistically significant non random patterns of change. إذن يقول دينيس نوبل أنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن تجد تغيُّراتٍ عشوائيَّة في المادة الوراثيَّة، وأن كل أنماط التغيُّرات ليست عشوائيَّة، ويعيد التأكيد على هذا الكلام. So my first conclusion is this, not only is mutation not random, that was one of the essential assumptions of the neo-darwinian synthesis, but proteins at least some of them did not evolve via gradual accumulation of mutations. إذن يُعيد التأكيد على أن الطفرات ليست عشوائيَّة، وأن بروتينات الخلايا أو على الأقل بعضها لم تتطوَّر من خلال التراكم التدريجي للطفرات المفترضة، وسقط بذلك الحصن الأول والأخير للخرافة، فلا الكائنات تكوَّنت من خلال طفراتٍ عشوائيَّة، ولا ما يحصل فيها من تأقلم ينتج عن تغيُّراتٍ عشوائيَّة. سقط آخر حصن، وتبيِّن أن هذه الحصون كانت من كرتون، حتى إذا أتينا لنرى ما بداخلها، وجدناه كسرابٍ بقيعةٍ يحسبه الضمآن ماءً، حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا، لم يبقى لخرافة التطوَّر أي شيء، لم يبقى لا كائنات لا حصر لها، ولا بُطء التدرُّج، ولا التدرُّج نفسه، ولا عماية الانتخاب، ولا عشوائيَّة التغيُّرات.